صدم الوسط الفني والجمهور العربي في ساعات متأخرة من ليلي أمس بوفاة النجم السوري زهير رمضان وبدأت أخبار عديدة بالانتشار حول سبب هذه الوفاة الأمر الذي جعل شقيق الراحل يخرج عن صمته ويحسم الجدل وكشف ماهر رمضان شقيق الفنان الراحل زهير رمضان عن حقيقة ما كان يعانيه شقيقه الراحل وسبب وفاته وقال ماهر رمضان في حديث لأحد المواقع الإخبارية من أمام مستشفى الرازي بالعاصمة السورية دمشق إن شقيقه كان يعاني من التهاب في القصبات ومن ثم التهاب رئة حاد وعانى من مضاعفات وكان في مرحلة العلاج غير أن المرض غلبه وتوفي بعدما تم نقله إلى المستشفى ونفى أن يكون الفنان قد أوصى بدفنه في دمشق بينما تم الاتفاق مع العائلة أن تجري مراسم التشيع من دمشق إلى اللاذقية حيث سيوارى ثرى في مقبرة الأزهري يذكر أن الفنان السوري زهير رمضان هو نقيب الفنانين السوريين تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1983 وانطمى لنقابة الفنانين في العام ذاته وقدم العديد من الأعمال في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون وله الكثير من الأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور أهمها دوره في مسلسل باب الحارة بشخصية أبو جودة ودوره في مسلسل ضيعة ضيعة حيث قدم شخصية المختار الشهيرة وبدأ رمضان في التلفزيون عام 1989 بمسلسل شجرة النارنج بينما آخر أعماله التي عرضت على الشاشة كانت مسلسل باب الحارة الجزء 11 إخراج محمد زهير رجب حيث عاد من خلاله بشخصية أبو جودة كما عرض له في رمضان الفائت مسلسل ضيوف على الحب وكان قد أنهى تصوير شخصيته عزم بيك في مسلسل لم يعرض بعد ترجمة نانسي قنقر